في ظل استمرار الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني نفذت تل أبيب أوسع عملية قصف جوياً طالت مناطق واسعة بجنوب لبنان فيما أعلن حزب الله أنه شن هجوماً مركباً من الصواريخ النوعية وسر من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شمالة الأبيب مصادر أمنية لبنانية في البقاع قالت أن إسرائيل شنت هجمات مكثفة على مدينة بعلبك شمال شرق بيروت وقرى محيطة بها في سهل البيقاع بشرق البلاد بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للمدينة وضواحيها لافتة بأن أحد الغارات استهدفت محيط مستشفى دار الأمل في البعلبك بدوره قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خزانات وقود تقع في مجمعات عسكرية تابعة لحزب الله في سهل البيقاع بلبنان فيما قال مصدر لبناني لرويترز أن أحد الانفجارات الضخمة الذي تسبب في تصاعد عمود ضخم في الدخان الأسود كان بسبب ضربات على مخازن وقود لحزب الله وفي جنوب لبنان شنت الطائرات الإسرائيلية ثلاث غارات جوية مستهدف حي الرهبات في مدينة النبطية وقال الجيش الإسرائيلي أنه قتل نائب قائد قوة أردوان في غارة على النبطية كما استهدفت غارة مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في بلدة الصرفند قتل فيها خمسة عشر مدنياً بينهم أطفال وفق ما أفدت مصادر إعلامية وفي السياق أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تواغل محدود في وادي العصافير وفي جنوب تلت الحمامص بعد التقدم من المطلة بينما فجر الجيش الإسرائيلي منازل في منطقتين وادي العصافير ومحيط المعتقل في حي الشرقي في الخيام وأفيد بأن قذائف مدفعية استهدفت بلدة برج الملوك من جانبه أعلن حزب الله في بيان إنه شن هجوماً مركباً بين الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر وهي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي الشرق الخضيرة شمالة الأبيب إضافة إلى استهداف تجمعات للجنود في معسكر إليكايم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا وقاعدة شراغ شمال مدينة عكا من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي رصد ثلاثة مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان مشيراً إلى اعتراض مسيرة في يعرى على الحدود بينما سقطت مسيرتان وتحدثت صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية عن إصابة مباشرة في مبنى بالخضيرة شمالية الأبيب